دلوقتي هنقدم لكم طريقة عمل الفيزيرة المحشية باللحمة المفرومة المكونات بتاعتنا تلت كباية دقيق نص كباية حليب اربع بداط تلاتة جبنة مسلسات للحشوة هنجيب نص كيلو جرام لحمة مفرومة بصلة مفرومة ربع ملأة صغيرة قرفة نعمة ملح وفلفل سود حسب الطلب هنحضرها ازاي هنجيب الخلاط هنسحط فيه البيض الجبن دقيق والحليب تدريجيا مع الخليط لغاية ما نكون عجينة متماسكة ونسيبه على جنب لغاية ما تخمر هنحضر الحشوة هنحط زيت في اللاية على النار هنضيف البصل ونقلب لغاية ما تدبل هنحط اللحمة المفرومة ونقلب مع البصل ونرش الفلفل السود والقرفة والملح ونسيبهم لغاية ما يستوي هنيجي بقى نخلي العجينة كور ونفردها ونحشيها باللحم ونشكلها حسب الرغبة فيها ندهن الصينية بالفرن بالزيت نحط فيها الفترة اللي احنا حشيناها ندخل الصينية الفرن على النار المتوسطة لغاية اما تحمر وبالفة هنوشف